اتفقت لطراف المتحاربة في النزاع المدمر في منطقة تيجراي الاثيوبية على هدنة حسب ما اعلن وسيط الاتحاد الافريقي في اعقاب محادثات ماراثونية في جنوب افريقيا ويأتي الكشف على الاتفاقية المفاجئة بعد عامين تقريبا على تفجر النزاع الذي اودى بالاف الارواح وتسبب في ازمة انسانية خانقة في تيجراي واعلن وسيط الاتحاد الافريقي الخاص الرئيس النيجري السابق أوليسيغون أوباسانغو ان اليوم بدأ حقبة جديدة لاثيوبيا لمنطقة القرن الافريقي وبالحقيقة لافريقيا كلها وقال ان طرفي النزاع الاثيوبي تفقا رسميا على وقف الاعمال العدائية ونزع الاسلحة بشكل منهجي ومنظم وسلس ومنصق كما اتفقا على ارساء القانون والنظام واعادة الخدمات والوصول دون عوائق الى المواد الانسانية وحماية المدنيين من بين مجرات اخرى في الاتفاقية لكنه حذر من ان هذه اللحظة ليست نهاية عمليات السلام انما هي بدايتها واضاف تطبيق اتفاقيات السلام الموقع اليوم مسألة بالغة الاهمية اشتركوا في القناة